حجيت أطلعي مو بس حجيت حجيت لمن عجزت وصلت وصلت إلى درجة طلعت بالتلفزيون وحجيت للناس بآخر أيام قبل أن أطلع قلت لهم إذا طلعت واستمرت الساحرة حتفوت الإرهابيين كانت تجيني معلومات أنا كنت محافظ كان بالذات مدير الأمن الوطني بالأنبار والأجهزة الأمنية كلها الاستخبارات والشرطة يجيبوا لي تقارير يقولوا لي دخلت القاعدة كانت بباكتها بعد ما كانت مسمى داعش يقولوا لي دخلوا أكل خيمة رقم كذا سمها باسم عشيرة فلانجي أكل ثلاث خيام أقول ليش معلومة ثلاث خيام كان ممسموه أحد يطبيه حتى للقيادات اللي موجودة بالمنصة ما يقدرون يفوتون كانت بيد الرهابيين بيد الدوعش هاي من البداية؟ لا مو من البداية بعد أربعة شهر بعد مغادرة الزعامات بعد أربع شهور من بداية الاعتصامات بدأت تغلغل الإرهابي لغاية ثلاثة أسابيع من بداية الاعتصامات كانت نظيفة من الشخص أو من الشيوخ اللي سمحوا بتغلغل الإرهابي هذه الخيام؟ أكو ثلاثة شيوخ وأربع شخصيات سبعة ما نسمي أيضا؟ هذول لا ما رح أقدر أسمي اليوم أحرفهم ولكن ممكن أن أسميهم إذا ما سكتوا أنا أهددهم الآن تهديد رسمي إذا حتشوا أنه أنصحهم نصيحة لوجه الله استروا على هذا الموضوع وطموه لأنمون مصلحتكم أنتوا مدانين به إذا ما سكتوا عفتونه لنشتغل بشكل طبيعي وبشكل سياسي أنا رح أسمي رح أسمي بالأسماء بدون مستحان أو أطلق تحقيق ومع ذلك أطلق تحقيق